السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كبزين فاميلين يوم شاء الله اشترك معكم جود دي بلدين تمنى ان شاء الله يعجبكم وكان اعتذر لكم بزاف على هاد تأخير هاد الفيديو كان عندي مصور من يلا رجعت من المغرب يلا يصر الله باش درت لي هالمونتاج وكان شكركم بزاف على تعليق ديالكم وعلى الرسائل اللي بعتولي في الاسطاقرام اللي يجازيكم ألف خير وتفضلوا معايا باش تفوت تفاصيل الفيديو بسم الله على بركاتي الله احنا باش وجدت هاد القوتي اول ما يعني اول حاجة قمت بها هي خسني نعجين نعجينة ديال المسمن خليها ترتاح احنا استعملت تقيق ديال الفارينا اللي الفارينا اللي كان ناخدوها على شكل حبوب وكان طحنوها وفتحونا كي غربلوها ليكم هديك النخالات قدروا تستعملوها للخبز ولا البطبوط والفارينا كتاغي الفارينا ببوحدها كي يجي المسمن زوين بزاف ديك النخالة تقدرو حتى تستعملوها في الداخل ديال المسمن ولا الملوي احنا اخذت نص كيلو ديال الفارينا وزوج ديال المعالق ديال الخميرة البلدية غدا نعجن العجينة مهم كيف ملعادة كناخد الماء كنبقى نضيف الماء بشوية بشوية حتى كتجمع ليا العجينة ومن بعد كنضيف الملحة حتى كتعجن العجينة يعني حتى كتجمع تماما عاد كنضيف وحد شوية ديال الملحة ملحة كتبقى على حسب الضوقة ديالكم ملأحسن اللي كنتو زربانين بيه يعني ملأحسن دلكوهن مزيان 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 مني كتدلكوهدك العجينة بحديثة تسخن وكتتساعدنا انه ضغية الخبز كيضغية بسمى يعني كيتطلق هنا غدا نقرسو بالغلويه بالزبدال البلدية اللي جبت معايا من المغريب درتها في الكونجيلاتور ودرتها في الكلاسيخ هنا عندما هاد الزبدال البلدية راني غدا نوجد بيها في نفس الوقت قد نوجد السمن ما تشاركتوش معاكم لانا فيتا تشاركتو معاكم العامل يفات يعني نفس الطريقة غنخلي لكم ان شاء الله الرابط دياله أسفل الفيديو يعني حضرت نفس الكيميا حضرت ثلاثة كيلو ديال السمن طافي احنا يا بديت كن لوي المسمن بعد ما خليت يعني العجينة رتاحت ساعة ونص يعني ساعة ونص بمنيت وغسلت ديال الزبدة من الحليب وكان بيتها بالما ديال الزحتر مهم رغانخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال الفيديو أسفل هاد الفيديو اللي بغي يشوف طريقة ديال السمن طريقة سهلة جدا سافي احنا غدا كيف ما كتشوفوا معي الطريقة ديال طي المسمن ركينين بزاف ديال الطرق مهم كل واحده الطريقة اللي انا براسي غير كل مرة وكيفاش كان طوي المسمن يعني ما تنطويش دائما بسمن طريقة واحدة على حسب وش زربانة ولا لا لكن زربانة ركين دير كل شي في مرة يعني كنصر رح جينة واحدة وكنلويها ايلا كنت عندي الوقت بحل دابا هاد النهار هادا كان عندي الوقت دكرة كنصر رح بالوحدة بالوحدة حسنا كيعجبني بزاف نسمن وندير الملويك يعجبني بزاف ان ناخد وقتي فتحضيره صافي هانتو ما كان دهنو غيب ديال الزبدة هاد الزبدة هاد المرة عادة يعني كان ندوبها ونزول لها الحليب هاد المرة صافي قلت غدا انت تعملها غي هكدا يعني كان ناخد كل مرة شوية ديال الزبدة كتزيد بنا يعني كتزيد تلدد دك اللي نسمن صافي كان نرش بذيك النخالة الرقيقة هي اللي تنرش بها هاد المسمنتي يجيزوين ما كي ما كيدرش في المعدة كيتحضم يعني بسهولة ولكن الزبدة نارا ما كنديرش الخميرة البلدية كنديرغي والرسل معلقة ديال بيكاربونادو سوديوم مع شوية ديال الخل صافي وكنلوي المسمن وإلا كان عندي الوقت را كنستعمل للخميرة البلدية كي جير طيطب وهانتو ما شفتو كيفاش كي تنفخ وستير دياله هو لكنتو زربانين وأنكم خاصوكوا مويمي لعجنتو بيديكم أو بالعجانة على حسب كل واحد والاستيطاعة دياله خاصة تدلكم زيان 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 بحلي تنطلعوا لها لدرجة الحرار ديك اللي يعني العجينة خاصة تسخن ملي كتسخن العجينة كي يسهل علينا يعني العجينة كتجير طيطبة وسهلة يعني ضغية كنتلقوه المسمن صافي هنا كيف كتشوفو غدا استمر بنفس الطريقة وكنت يعني قبل ما نبدأ هدل العجينة كنت عاجنا من قبل الخبز ديال البطبوط غدا الخبز ديال البطبوط بالخميرة البلدية ملي عجنتو في صراحة ما كنتش ناوية نصور داك شي بش ما صورتوش ليكم ان شاء الله نعود نصورو لكم مرة أخرى والبطبوط دا برا والليز كان يعني كان حضروه يعني بحل الخبز ديال الفران يعني حتى هو كندير فيه مرة الكوركوم مرة أزير مرة زعطرة مرة يعني كل مرة كيفاش كان نلدو كنحاول يعني كل مرة كيفاش كان نلدو كيجير طيطب وقلديد عنحاول ان شاء الله مرة مرة نبقى نصور لكم يعني أنواع ديال البطبوط اللي بغيتو البطبوط اللي بالخميرة البلدية صافي هنتو ما هاد المسمنات هادو غدا نستمر بنفس الطريقة حتى غدا نكمن يعني هاد الكمية اللي عندي ديال المسمن هاد غا ندوز باش غدا نوجد ان شاء الله البطبوط بالزيتون لكحب الزيتون الاسود صافي هنتو ما كيف كانت شوفو يعني هاد هاد الزيتون واحد المقطع معرفت شفين مشالية كنت وريدكم يعني شنو درت فهم يعني في هاداك الزيتون درت معا شوية ديال الزعتة وشوية ديال الحار وشوية ديال المليحة وشوية ديال التومة بالنسبة لزيتون إلا كان عندكم مالح ما تزيدوش الملحة ومعرفت شفين مشالية ذاك المقطع الصغير اللي وريدكم الطريقة ديال ليني شنو حضرت فاذاك الزيتون وإلا يعني ما كانش مكن ما وريدكم شكي على البطبوط مهم ما عرفت شفين مشالية را دبا معش حالة دي ما صورت غير قبلو علي وصافي مهم ان شاء الله مرة أخرى ان شاء الله نشارك معاكم انواع ديال البطبوط اللي وليتك نحضر بالخميرة البلدية ومهم اللي عندكم شي طالبات أخرى هنايا هدا غيري الكسكسو اللي جبتوا معيا من المغريب وندرتوا بالطريقة يعني غير فورته عادي مع مع آملو يعني قدمتوا مع آملو تقدروا تقدمو مع البن يعني كلي كلح بالبن كلي كلح هاد النهار كلي كلح بالبن كلي كلح بالأملو احنا هنتو ما لبطيبطات اللي بزيتون كي جي ولدها هادين بزيف خاصة إلا زيتوا معهم يعني شفية دي القوام يعني شفية دي الحار ولا شفية دي الكوركوم طف هي كين اللي درتمش يعني طوالين وكين اللي درتم على شكل دائرة أنتوما كي جير طيطب ويعني كي جي محلول من الداخل إلا عندكم شي اقتراحات ولا مهم إلا عندكم شي طلبات يعني أنا ما عنديش في صراحة واحد البلون في دماغي إلا عندكم شي اقتراحات بغيتوها ولا شي فيديوهات جداديين بغيتون تشاركهم معكم ولا وصفات ما عليكم إلا تكتبوه مني إن شاء الله باش تسهلوا علي لأن معاش هالدي ما صورت صراحة ما عارفش شنو نصور مهم نتسنى إن شاء الله تعاليقتي لكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم 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 شكرا لكم